الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الرابعة من الوحدة الأولى والتي سنتكلم فيها على نبذة تاريخية موجزة عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا وجاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأى سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع انظروا لقوله فبلغه كما سمعه كما سمعه دلالة على التثبت هذا الحديث في سنة الترمذي وقال عنه حزن صحيح وفي رواية أخرى له أنه قال فرب حامل فكه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فكه ليس بفقه وقال عنه حسن والحديث أيضا في سنة نبي داود وسنة ابن ماجة الملاحظة أنه في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف مبدأ عظيم وهو مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين ولذلك مشى الصحابة رضوان الله عليهم على مثل هذا الأمر وامتثلوا له فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها لا سيما في حالة إذا ما شكوا في صدق الناقل لها وكذلك مشى على هذا النهج التابعون ومن جاء بعدهم ولذلك ظهر بعد ذلك بناء على مثل هذه القضايا موضوع الإسناد وقيمته وتكلموا في أهمية هذا الإسناد في قبول الأخبار وردها ولذلك جاء في مقدمة صحيح مسلم أن ابن سيرين وهو من التابعين قال وهو أدلخ لقضية الإسناد لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيأخذوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدعة فلا يأخذوا حديثهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد هذا في عادة الصحابة رضوان الله عليهم في البداية لأنهم كما قال بن مسعود ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب فلما بدأ يتفشى مثل هذا الوضع في الناس بدأ السؤال بعد ذلك عن الإسناد وطلب تسمية الرجال الذين نقل الأخبار فيأخذوا كلام أهل السنة ويردوا كلام أهل البدعة وبناء على هذا الأمر وبناء على أنه لا يقبل الخبر إلا بعد معرفة سنده فقد ظهرت علوم تأتلي بهذا الإسناد ومنها علم الجرح والتعديل والكلام على الرغواه ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلال الخفية وظهر أيضا في زمن الصحابة الكلام على بعض الرغواه لكنه كان على قلة لقلة الرغواه المجروحين في أول الأمر ثم زاد بعد ذلك الأمر وانتشرت هذه القضية وتوسع العلماء في الجرح والتعديل حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه ومعرفة غريبه وغير ذلك ولكن كل هذه القضايا كان العلماء يتناقلونها شفويا ثم جاءت مرحلة بعد ذلك وهي مرحلة تدوين مثل هذا الأمر فتطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل لكن هذا التسجيل وهذا التدوين وهذه الكتابة لم تكن في مكان واحد مستقل وإنما كانت في أمكانة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم وصول الفقه وعلم الفقه وعلم الحديث وهذا واضح وجلي في كتاب الرسالة وفي كتاب الأم وكلاهما للإمام الشافعي فكتاب الرسالة الذي هو كما يقول علماء أول مصنف في أصول الفقه يحتوي على كثير من قضايا علم المصطلح ثم جاءت بعد ذلك مرحلة استقرت فيها المصطلحات ونضجت فيها العلوم فاستقل فيها كل فن عن غيره وهذه يؤرخ لها العلماء بالقرن الغابع الهجري وفي هذه المرحلة أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل وكان من أول من أفرده بذلك القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن الخلاد الرامة رمزي المتوفى في سنة ستين وثلاثمائة حيث ألف كتابه المشهور والمطبوع المحدث الفاصل بين الرواوي والواعي فكان من أول المصنفات المستقلة في هذا الفن ثم تتابعت بعد ذلك المصنفات وسنذكر بشكل موجز أهم هذه المصنفات المطبوعة بعد كتاب المحدث الفاصل بين الرواوي والواعي الذي ذكرناه سابقا جاء بعد ذلك كتاب معرفة علوم الحديث والذي ألفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك والمتوفى في سنة خمس وأربعمائة لكنه كما ذكر بعض العلماء عنه لم يهذب أبحاثه ولم يرتبها الترتيب المناسب جاء بعده الحافظ أبو نعيم أحمد عبد الله الأصبهاني صاحب كتاب الحلية فألف كتابه المستخرج على معرفة علوم الحديث وهو كما هو معلوم متوفى في سنة ثلاثين وأربعمائة وقد استدرك على الإمام الحاكم ما فاته في كتابه السابق معرفة علوم الحديث من القواعد ومع ذلك فقد ترك أشياء يمكن للمتعكب يستدركها عليه كما قال الحافظ أبو حجر رحمه الله ثم بعد ذلك جاء الإمام الخطيب البغدادي الذي سيأتينا كلام بالنقطة أن العلماء كلهم عالة على الإمام الخطيب في هذا الفن وفي غيره وهو صاحب تاريخ بغداد المشهور فألف في علم مستلح كتابين جليلين الكتاب الأول هو الكفاية في علم الرواية الكفاية في علم الرواية وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية وهو من أجل مصادر هذا العلم القديمة لكن لغته عالية وراقية قد لا تناسب خاصة المبتدئ في طلب هذا الفن الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى كما سبق معنا في سنة ثلاثة وستين وأربعمائة ألف كتابا آخر هو الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وهو مطبوع أيضا وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته وبعد ذلك قل كما ذكرنا سابقا أن يوجد نوع من أنواع علوم الحديث إلا وألف فيه الخطيب البغدادي كتابا مفردا ولذلك قال الحافظ البقر بنقطة قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه بعد ذلك جاء القاضي عياض بن موسى اليحصبي فألف كتابه المطبوع في مجلد الذي أسماه الإلماء إلى معرفة أصول اللواية وتقييد السماع وهو كتاب لم يشمل جميع أبحاث المصطلح بل اقتصر على ما يتعلق بكيفية التحمل والآداء وما يتفرع عنها ومع ذلك هو جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب ثم بعد ذلك جاء أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة ثمانين وخمسمائة فألف جزءا صغيرا أسمه ما لا يسع المحدث جهله أو ما لا يسع المحدث جهله هكذا يضبط بأحد هذين الضبطين وهو مع أنه جزء صغير إلا أنه كبير الفائدة ثم جاء الكتاب الأشهر في فن علم المصطلح وهو كتاب علوم الحديث الذي ألفه إمام هذا الفن أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهر الزوري المشهور بابن الصلاح والمتوفى سنة ثلاث واربعين وستمائة وهذا كتاب اشتهر وانتشر بين الناس وأصبح الكتاب العمدة في هذا الفن وهو يعرف بكتاب علوم الحديث أو بمقدمة ابن الصلاح وقد أملاه مؤلفه شيئا فشيئا وهو من أجود الكتب في المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه فكان كتابا حافلا بالفوائد وإن كانت تبع فيه ترتيبا معينا قد يكون غير مناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا لكن مع ذلك يعتبر هذا الكتاب هو عمدة من جاء بعده وإذا قال عنه الحافظ بن حجر فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر كما سيأتي بعد قليل جاء أول من أتنا بكتاب ابن الصلاح وهو الإمام النووي محدين يحياء بن شرف النووي المتوفى سنة 76 وستمائة فاختصر كتاب علوم الحديث لمن الصلاح اختصره في كتاب أسمى التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير وهو كتاب جيد لكنه لم يحظر بتلك العناية لأنه كان مغلق العبارة في بعض الأحيان ومع ذلك فقد تنى به الإمام الصيوطي فألف كتاب أسمى تدريب الغاوي في شرح تقريب النووي الإمام الصيوطي هو من علماء القرن العاشر وهو جلال الدين عبد الرحمن بن البكر الصيوطي وتوف في سنة 11 وتسعمائة ألف كتابه هذا الذي شرح فيه تقريب النووي كما هو واضح من اسمه ولكنه قد جمع فيه فوائد عظيمة جدا ولذاك هو من أجمع الكتب في هذا الفن بعد ذلك أيضا أقصد بعد الإمام بن الصلاح جاء الإمام العراقي عبد الرحيم ابن الحسين العراقي شيخ الحافظ بن حجر ومتوف في سنة 6 وثمانمائة ونظم منظومة عجيبة في علم المصطلح نظم فيها كتاب علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه أيضا فوائد متعددة ونيفت هذه المنظومة على الألف بيت ولذاك سميت وعرفت بألفية العراقي وقد شرحت شروح متعددة منها شرحان المؤلف لكن أفضل وأجمع الشروح لهذه المنظومة هو فتح المغيث في شرح ألفية العراقي الحديث الذي ألفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى في سنة 92 وهو من أوفى شروح هذه الألفية وأجودها يعتبر ابن الصلاح وكتابه السابق علامة فارقة في فن المصطلح إلى أن أتى الحافظ بن حجر رحمه الله فوضع علامة فارقة أخرى ربما خالفت كتاب ابن الصلاح في كيفية الترتيب فألف نخبة الفكر أي الحافظ بن حجر ألف نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وهو كما هو معلوم متوفى في سنة 52 وثمائم مئة هذه النخبة هي جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها تلتيبا ابتكر فيه مؤلفة أي الحافظ بن حجر طريقة في التلتيب والتقسيم لم يسبق إليها ثم شرحه بعد ذلك في كتاب سماه نزهة النظر وشرحه غيره أيضا وكل من جاء بعد ذلك مشى على أحد النسقين إما على التلتيب الذي مشى عليه ابن الصلاح في علوم الحديث أو على التلتيب الذي مشى عليه الحافظ بن حجر في نخبة الفكر بعد ذلك جاء عمر بن محمد البيكوني المتوفى في سنة 80 وألف فألف ونظم منظومة مختصرة سميت بعد ذلك المنظومة البيكونية وهي لا تتجاوز 34 بيتا ولكنها تعتبر من مختصرات نافعة وقد تسابق الناس في شرحها فعليها شرح متعددة لموضع لها من القبول وهي مختصرة لا تكاد أن تتجاوز عنوين مصطلح الحديث من الكتب المشهورة في هذا العصر كتاب كواعد التحديث وقد صنفه محمد جمال الدين القاسمي أنتوفى في سنة 32 و300 وألف وقد حرر فيه كثيرا من فوائد هذا الفن هذه بعض المصنفات في هذا الفن تم الاقتصار عليها وهي المشهورة وهناك مؤلفات أخرى كثيرة ألفت في هذا الفن نسأل الله للجميع القبول والتوفيق والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد